سسلة ريدمي من شاومي بتكون موجهة اكتر للناس الجمر بالتحديد سسلة الكي يعني على سبيل المثال الكي فيفتي اللي نتكلم عنها النهاردة جاي باعتاد ومواصفات قوية جدا مع صفة انا شخصيا كنت بقول صعب ان هي تيجي في تليفون في الوقت الحالي لان الموضوع كان معضلة بالنسبة للشركات كتير ولكن شركة شاومي قدرت انها تتغلب على هذه المواضلة وتوفر الجهاز بهذه المواصفات بشكل عام هيتم لاننا نتجاز بشكل رسمي في الصين يوم 16 فبراير 2022 ولكن امنا نتكلم في اي حاجة حافظ قرك باللايك تشارك في القناة فعل جرس عشان تابع معي كل جديد وخليني كده اقول لك على اقوى صفة او اقوى ميزة في التليفون ده اقوى ميزة في التليفون ده هي البطارية والشحل السريع بالتحديد بطارية الجاز بشاية 4700 ميلي امبير الشحل السريع بيصل لمية وعشرين واط وسبب قبل كده ان القدرة دي قدرة جنونية مرعبة عندك الالكترونات هتجري بشكل مهول داخل السلك خلية طبعا السلك يدفع ويسخن وممكن الجهاز كمان يسخن ويحصل اضرار ولكن الشركة حتى معالج تبريد سائل ومؤمنة الدنيا حتى البطارية المستخدمة بطارية من نوع متعددة الاقطاب حاجة مختلفة عن اللي احنا عارفينها فيعني فيه شغل عالي جدا وفيه تفارات وفيه يعني براءات اختراع جديدة في الجهاز ده فبالفعل الجهاز متاح للجميع بقدرة شحن 120 واط ودائما يمكنك من شحن البطارية من صفر لحد مية في المية في 17 دقيقة بس ده مش كده بس ده كمان الشركة مأمنة الدنيا كلها هنكتقدر تلعب بالجهاز وهو على الشحن كنا عارفين ان ده بيعمل اضرار وبيعمل مخاطر على البطارية وارتفاع درجة حرارة الجهاز ولكن كلام اختلف كليا مع الكي 50 حتى الكابل بتاع الشحن اللي جاي من نوع طيب سي جاي بشكل افقي مش بشكل رأسي عشان لما تحط الشحن يعني ما يدأكش وانت بتلعب على اساس يعني ان فيه ناس ما بسيبش فعلا التليفون بالفترة دي كلها مش قادر تسيب التليفون رمع ساعة حتى يشحن ولكن ما علينا الجهاز بالفعل جاي بقدرة شحن 120 واط وده شيء انا متحمس جدا ان انا اجربه لو نتكلم مثلا على الكاميرا فالكاميرا جاية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر من سوني IMX 2680 لو نتكلم مثلا على الشاشة فيها جاية بريفل الشيت 120 هرتز من نوع سوبر اموليد لو حابقا نتكلم على المعالج فعايز اقولك ان المعالج جاي من دايما نستي تسعة تلاف والمعالج ده تفوق على معالج شركة سامسونج اكسنوز الفين متين اللي كان المفروض ينزل في الاس تويني تو ولكن الشركة اجلت الموضوع ده ونزلت الاس تويني تو بنسخة سناب دراجون لان فعلا لقيت ان المعالج اكسنوز الفين متين اداءه اضعف من اداء السناب دراجون واضعف من اداء ديمونيسل تسعة الاف واضعف من اداء معالجات في كيرن والبيونيك فبصراحة لقوا ان المعالج مش تمام فالك خلاص ان اجل الموضوع وبالفعل ده اللي حصل الموضوع اتاجل والجهاز نزل لوحده بالفترة اخيرة ولو حبيت تساني على سعر كيفيفتي ده فاحب اقول لك ان انا ما عنديش معلومة كده عن سعر الجهاز ولكن اول ما يتم الاعلان عنه بشكل رسمي واعرف كل المعلومات الاكيدة اكيد اعملكو فيديو تاني عشان اعرفك بكل جديد اول باول وبس كده هديكت كل حاجة في فيديو النهاردة فيديو سريع وخفيف حبيت بس اواكب معاك كل جديد بالتحديد في الكيفيفتي من شركة شاومي للناس اللي حابة تعرف عمنا اكتر تشارك في القناة وتفعل الجرس عشانها معايا كل جديد وقل لي رأيك في التعليقات ايه رأيك في السرعة الجنونية دي وهي سرعة شحن التليفون بتاعك بيدعمها واعلى سرعة شحن انت جربتها ولا عندك حماس انك تجرب 120 وقت ولا تخاف منه وكالعادة شاومي نتقبل ان شاء الله في فيديو جديد سلام